جداً ولكن خليني أبدأ مع حضراتكم بمباراة الأهلي والمريخ وكان هناك بعض الانتقادات يا أستاذ أصامل طالت لعبة النادي الأهلي وجعازه الفني في هذه المباراة ولكن الكل تناسى كل ده وبيفكر في مباراة بكرة هو ده النادي الأهلي وجمهوره جمهور النادي الأهلي يعني حتى دايماً لما بيطلع النداء من جمهور النادي الأهلي بتلاقيه مناسب جداً جداً للحالة جمهور الأهلي يعني جمهوره هو حماية يمكن انبارح بعض الجمهوري كانت بتسألني على ده تحديداً فقلت لهم خلاص في ما قبل المباراة وخلال التسعين دي أو بعدهم بشوية شويتين اللي هو الغاية التاني يوم اتكلمنا وقلنا ربما أخطأ من وجهة نظر المتابعين والمحللين والأهم الجماهير لأن دي صاحبة الحقوق الأصيلة لكن فوراً هتلاقي على مساء اليوم التالي الناس كلها راحت تاني في سكة جمهوره دا حما هيستنى النصر وهيستنى وياه وهيشوف وهيتابع هل هيكون هناك جديد وتحصل تاني يعني خطبة للتحاد دي دون ما يكون فيه اتفاق مسبق عليها هكذا اعتاد جمهور النادي الأهلي وبالتالي كلهم بدأوا يروحوا أنه كان مكان ننتظر بقى بعض التحسينات يا جوز بعض ما كان يمكن أن يفعل ولم يفعل على أساس أنه بكرة مباراة فارقة الناس مش يبقى ماشي معاها الأهلوية فكرة أنه عند المريخ والدوري أنا ألتقي الطموح وبرامدز وكذا فاروح في سكة أنه الماتش دا لا يهم خلاص دي فقرة ما الغية لا الماتش دا يهم وكل شغط يهم وكل خمس دا يهم وبالتالي ينتظروا أداء من النادي الأهلي يعود الوقت اللي عاشوه خلال مباراة المريخ متوترين وقلقانين ودي برضو حاجة طبيعية والآهلي بيخرج الناس تتكلم وتقول طبعا ليك حق حتى لو بالصمت يعني مش لازم يطلع المسؤول يقوله الجمهور لا أنت ليك حق وكذا لكن على الأقل بيقبل منه مادامة محب غير مغرد ولا تسأله يعني منتخب مصر اللي عم كويش يقولك بس إيه رأيك موسماني وحش مثلا أو الشناوي مش عارف ماله خلاص الغرض بيباد لكن كذا اعتدنا من جمهور النادي الأهلي تمام